الخلاصة في الصفرة والقدرة نعم أن نقول بأن الصفرة والقدرة لا تقل من ثلاث حالات الحالة الأولى أن تكون خارج العادة نعم أن تكون خارج العادة فهذه لا تنظر إليها المرأة الحالة الثانية أن تكون في أثناء العادة وهذا كثير يعني كثير من النساء ترى الدم لثلاثة أيام ثم ترى صفرة وقدرة ثلاثة أيام فنقول ما دامت في أثناء العادة فإنها حيظ اللهم إلا إذا تجاوزت العادة الغالب للنساء تجاوزت سبعة أيام لأن بعض النساء تستمر معها الصفرة والقدرة وتزيد على سبعة أيام هي قد ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ثم ترى صفرة وقدرة وتزيد هذه الصفرة والقدرة إلى ما بعد سبعة أيام فنقول إذا تمت سبعة أيام فإنها تغتسل وتصلي الحالة الثالثة أن تكون الصفرة والقدرة قبل نزول الدم فهذه أيضا لا تنظر إليها المرأة لظاهر حديث أم عطية